بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة في مجال الطراب فرط الحركة وتشتس الانتباه والتي نتحدث فيها عن بعض الإضافات والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون موفقة في مساندتكم في أن تكون مساعدة بشكل كبير في تطوير مهارات أبنائنا الطلبة ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتس الانتباه من خلال المعرفة بقدراتهم ومهاراتهم وما الذي يؤدي بهم إلى الوصول لمثل هذه السلوكيات المتعلقة بفرط الحركة وتشتس الانتباه بإذن الله تعالى في هذه الجلسة نشير إلى العجز في القدرات العقلية الذي يؤدي إلى ظهور مثل هذه الأعراض المتعلقة في فرط الحركة وتشتس الانتباه كذلك لدى أبنائنا الطلبة ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه نبدأ على بركة الله العجز في القدرات العقلية التالية هو التي غالبا ما يشار إليها بالوظائف التنفيذية الحفاظ على التركيز ومقاومة التشتت عند أداء المهام ما يميز مشاكل الانتباه التي تظهر في الطراب فرط الحركة وضعف الانتباه عن تلك التي تظهر في الطرابات أخرى مثل الاكتئاب هو أن المصابين بالطراب فرط الحركة وضعف الانتباه يعانون من مشاكل في الحفاظ على الانتباه لفترة زمنية مستقبلية والمثابرة عليها إذن المشكلة في القدرات العقلية والمتعلقة بالوظائف التنفيذية داخل الدماغ أنه يستطيع مقاومة التشتت الذي يحصل عليه ربما الأطفال الآخرين نحن عندما يكون لدينا بعض الأعمال ترد إليك بعض الأفكار بعض المشاريع فيها مقطع أود أن تتفرج عليه في الجوال يسحبك أثناء أدائك لمهارة معينة على سبيل المثال لكن القدرات داخل الدماغ تحاول على تجنب الدخول في مثل هذه المثيرات التي تحدث في الدماغ والاستمرار في العمل حتى إكماله وإتمامه والوصول إلى نهاية هذا الهدف أي أن كان الهدف سواء كان لعب أو مهارة أحتاج اكتسابها تساعدني على الاستمرارية في الانتباه ومقاومة التشتت الذي يحدث لدي من المثيرات الخارجية سواء كان جوال أو غيره حتى أداء المهمة المقدر على مقاومة هذا التشتت من خلال بالتأكيد سبحان الله من خلال قدرات عقلية أمد الله سبحانه وتعالى بها الإنسان يستطيع من خلالها التحكم في تصرفاته مما يؤدي إلى مقاومة هذه المثيرات التي ترد إلى ذهنه والاستمرار في العمل ومقاومة التشتت الأطفال ذهو يضرب فرض الحركة وتشتت الانتباه لا لديهم صعوبة في ذلك أنه يقاوموا التشتت ويعرف ما الخطوة التالية التي عليه ينسى ما الذي يجب عليه القيام به بعد قليل والهدف النهاي الذي يصل إليه في النهاية فلا يستطيع مقاومة هذا التشتت مما يؤدي به على عدم إتمام المهام التي يوكل بها والوصول إلى الهدف المطلوب هذه هي الوظائف التنفيذية التي تكون يعني الدماغ يقوم بها ويكون لديه ضعف في هذه القدرات الطلبة الذين لديهم اضطراف فرض الحركة وتشتت الانتباه وهم أقل قد قدر على إنجاز الأمور التي تحتاج إلى وقت أو إنجازها في الوقت المحدد أو في الوقت الذي ينطوي على الالتزام بأحداث مستقبلية يعني سواء كانت هذه العملية في كثير من العيان لا بالتأكيد إذا كانت تحتاج إلى وقت هو لا يستطيع الالتزام بهذا الوقت حتى الوصول إلى الهدف النهائي أو إذا كان لديك خلال دقيقتين آمل منك يا صالح إنهاء العمل الذي كلفت به واجب قراءة نص خلال دقيقتين تنتهي منه لا يستطيع الالتزام بهذا الهدف والوصول إلى المرحلة النهائية وتذكر ما الذي يجب عليه وهو يقوم بالعمل القراءة حل الواجب لا يستطيع استعاب أنه يجب عليه الوصول إلى الهدف النهائي وأنهاء هذا الواجب أو هذه المهمة كما أنهم ينتبهون إلى ما يحدث الآن فقط ويهملون مهماتهم الواجب إتمامها ليكونوا مستعدين للآتي أو ليكونوا قد أنهوا ما كلفوا به وحتى إذا حاولوا المثابرة على أداء المهام أو الأهداف فإنهم أكثر عرضة من الآخرين للتشتت بفعل أحداث لا صلة لها بالهدف أو بالمهمة بمعنى هو يهتم للأحداث التي تجري الآن لو طلب منه أداء مهمة خلال دقيقتين عند أداء المهمة هو في البداية بدأ بالحل ولكن بعد ذلك ينسى ما الذي كان يجب عليه القيام به وشاف زميل له يتكلم يتكلم معه زميل له يلعب يلعب معه في المنزل كان يقوم بأداء الواجب بعد ذلك يشتغل التلفزيون سمع برنامج مفضل أو أي شيء فقط سمع التلفزيون يذهب إلى التلفزيون وينسى العمل الذي كان يقوم به والمهمة التي يكلف بها لا تكاسلا ولا مبالاة ولكن بسبب عدم المقدرة على التركيز هذه الأحداث والأحداث المستقبلية الخطوة التالية أنا مسكت القلم بديت أكتب أبدأ الخطوة هذه ثم أنتقل للخطوة التالية يكون هناك نسيان داخل الضماغ لهذه المهارات والخطوات المستقبلية التي يجب علي القيام بها للوصول إلى إثمام هذا المهم هذا الواجب ونحوه تلك الأحداث المشتتة ليست مجرد أشياء بعيدة تحدث من حولهم ولكنها أيضا أفكار بعيدة عن الواقع تحدث في أذهانهم المشكلة هنا ليست باستقبالهم للمشتتات أكثر من الآخرين ولكن المشكلة تتمثل في إخفاقهم في مقاومة تلك المشتتات كما يفعل الآخر إذن هذه المشتتات بعيدا عن أنها يعني هي ليست أفكار قابلة ربما هذه المشتتات بعيدة جدا ولا يمكن القيام بها وهم ليسوا مختلفين ربما عن الآخرين في وجود ورود هذه المشتتات في الذهن الخواطر التي ترد على الذهن اثناء القيام بأداء مهام وأعمال ربما الآخرين نفس الشيء ترد إليهم خواطر وأفكار تشتتهم عن أداء المهمة والعمل الذي لديهم ولكن المشكلة التي لديهم مقاومة هذا التشتت لا يستطيعون مقاومة هذا التشتت الذي يحدث داخل الدهن والذي يعيق الاستمرار في المهمة وإكمالها وإتمامها وربما أشرنا إلى هذا أن بعض الأعراض الموجودة لدى ذوي الطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في الجلسة السابقة المشاكل في الذاكرة العاملة ينبع جزء كبير من عدم اهتمامهم عن عدم قدرتهم على التركيز على الهدف الذي اختاروه أو كلفوا به والخطوات الواجب اتباعها لتحقيقه وملاحظة تحقق الهدف بمجرد حدوثه وهذا يعكس نقصا في الذاكرة العاملة وهي القدرة على تذكر المهمة التي سيقوم بها الفرد إذن الذاكرة العاملة عند أدائك لمهمة ما تتذكر ما الذي يجب عليك القيام بها الآن أنا جائس أقوم بالشرح على سبيل المثال أتكرا علي القيام بالخطوات الانتقال من هذه الشريحة إلى الشريحة التي تليها تحليل وتفسير الشريحة التي أقوم باستعراضها الوصول إلى الخاتمة في نهاية الجلسة هذا على سبيل المثال لدي في هذه الجلسة لديك عند قيامك بأي مهمة هناك تسلسل للمهارات بالتأكيد داخل الذهن تسير عليه الأطفال ذوي الطراء بفرط الحركة وتشتس انتباه يحدث لديهم نسيان لهذه المهام يعني ما الذي يعمله الآن وما الذي يجب عليه القيام بعد ذلك وما كنت أسوي يحدث لديها نسيان سرحان لا يتذكرها الطالب يعني لم يستطع مقاومة التشتتات عن هذا العمل بل ذهب مع هذه الأفكار التي ألتت إليه يعني قامت بتشتيته عن العمل الذي يقوم به كان مشاهدة جوال مشاهدة برنامج اللعب وغيرها تشتت عن المهمة التي كان يعملها وينسى من الخطوات التي كان يجب عليها القيام بها حتى إتقان وإتمام المهمة لا تعتبر الصعوبات التي تحدث في تذكر الحقائق والمعلومات والمعارف مشكلة بقدر عدم القدرة على التذكر ما يجب القيام به والاستمرار فيه حتى يتحقق إذن لا توجد لدي مشكلة في المعارف يعني هو يعرف أن هذا لون أزرق وهذا لون أخضر أعدد لي هذه المهارات أركان الإسلام خمسة يقوم بتعدادها الحقائق ومعارف لا يوجد لديه مشاكل هو يحفظها ولو تطلب منه ربما يقوم بسردها ولكن لديه مشاكل دائما في المهام الأعمال التي يقوم بها أن يقوم بتذكرها والعمل عليها وإنجازها حتى إتمامها والوصول إلى نهايتها إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذه الجلسة بإذن الله تعالى إن كان هناك بقية لهذه النقاط سنقوم باستعراضها في الجلسة القادمة بإذن الله تعالى وهي مهمة جدا في فهم هذا الإضطراب وما هي المشاكل العقلية التي لدى هذا الطالب والطفل أدت إلى ظهور اضطراب وفرط الحركة وتشتس الانتباه في الأخير أحب الإشارة إلى بعض الوسائل والتي من خلالها أستطيع العمل على تطوير مهارات من الأشياء الموجودة لدي والمتاحة لدي في المنزل أعمل بتطبيقها على سبيل المثال نشاهد في هذه اللعبة بالإمكان الاستفادة منها في العديد من المهارات ربما تحدثنا عن تطوير مهارات التواصل مع الآخرين والتآزر الحركي والبصري وكيف يقوم بالتواصل الآخرين وحل المشكلات ولكن حتى أستطيع استثمار هذه اللعبة بتدريب الطفل وتعليمه على الألوان أنه يقوم بإتقان الألوان ومعرفتها من خلال هذه اللعبة هو اللعبة هذه مفضلة له محببة له فأطموم بتدريبه عليها وتعليم الألوان من خلال هذه اللعبة إذن بالإمكان دائما أن أستغل الأشياء المحببة للطفل والتي من حولنا إلى إيصال العديد من الأفكار والأهداف والمهارات من البيئة التي لديه لا يتطلب إيجاد غرفة ألعاب دائما نتحدث أو غرفة للمهارات لإكساب طفل واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه هذه المعلومات من الأشياء الموجودة لديك اكتكار العديد من الأهداف من خلال هذه الوسيلة مثل هذه الوسيلة تحدثنا فيها تطوير مهارات التواصل والتفاعل مع الآخرين والتأذر الحركي والبصري وحل المشكلات كذلك استطيع حل ومعرفة الألوان من خلالها الأهم دائما في هذه الوسائل أن تكون موجهة ومنظمة عند تقديمها لأبنائنا الطلبة ذوي الطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وغيرهم من ذوي الإعاقة إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذه الجلسة شكرا لكم على طيب المشاهدة تشرفت بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر ألقاكم في جلسات قادمة بإذن الله تعالى حتى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته